وانه في البداية الخبر السر لجمهير النادي الاهلي انه جهاز الكورة الكابتن خالد بيبو مدير الكورة بيعلن عن تجديد عقد محمد مجدي افشا او تمديده لتلات مواسم اخرى بالاضافة للسنة اللي باقي فيها وده تأكيدا على اهمية الاستقرار الفني داخل صفوف الفريق وانه العقود بتاعة اللعيبة المؤسرة في الفريق تكون متأمنة بدر بدر والفترات كافية باش مانس مؤكد خلي بالك النادي الاهلي بيحاول بقدر امكاني نحفظ عن اسباب تفوقه مع دعم واضافة ما يشكل تطوير فدائما الناس بتبقى عايزة تحتفظ بكل حاجة وتضيف لكن انت احيانا لا يمكن ان تضيف دون ان تفرط لانك في الاخر انت عندك قوائم وعندك عدد ازواجيات في المناصب وفي المراكز وطبيعة الامور ولكن الموسم الجا مش حيبه موسم سهله على حد مش سهل على حد موسم مش سهل على حد لان ازا كان النادي الاهلي قد فطنه الى اسباب التراجع الموسمين الماضيين وتدركها بتضحية هائلة انه مفكرش حتى يبقى تاني ولا تالت انا خلاص كده كده علعب بطولة افريقيا حريح مهما كانت النتيجة مسعاش بقى ومش حارف ايه وبرضو حاولها بقدر وقد كانت هذه احد اهم اسباب تفوق الاهل بدنيا على الاقل على سائر الفرق اللي خلته يقدر خططيا ينفذ الكثير انت السنة دي برضو عمليات التدوير واراحة اللعيم فترة اراحة طويلة سوف تعطيك نفس للموسم المرهق جدا القادم ولكن وانت تفعل هذا القي نظرة على المنافسين مش المنافس فرامد بيعلن انا 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 قادم بقى بحجر كل ما استطيع بحجر كل ما استطيع الماصري عامل تدعمات قوية جدا وتشعر ان استاذ كامل عبو علي بيصرف وبيدفع وبيعمل الاتحاد الاتحاد السيراميك كل الاندية انا مش عايز اذكر احنا فيه اندية هتفاجأ ان هي رتبت امورها بشكل جاد جدا دوري هكون صعب مهم مهم مهم